هنا إخواني إثبات أن هذه القناة بثكاء الاصطناعي تحقق أكثر من 414 إلى 6600 دولار شهريا أيضا فيديوهات فقط بالآئي وإن شاء الله سأعلمك طريقة صنع فيديو مثل هذا الفيديو الذي سنشاهده في القناة أيضا ستحقق أرباح لا بأس بها وتصل اشتراكاتك إلى أكثر من مليون إذا داومت واستعملت هذه الطريقة وطبقتها حرفيا تابعني في هذا الشرح السلام عليكم ورحمة الله مرحبا متابعي قناة الأرباح رقم 2 في فيديو جديد إخواني للربح من اليوتيوب طريقة حصرية بأدواتها فقط إذا كنت تريد تحقق الأرباح طبق هذه الطريقة وإذا أردت أن تكون كسولا إخواني ولا تريد العمل وتريد اتباع المواقع التي تقدم لك سنتات فأنت حر طريقة حصرية مشروع حصري للربح من الانترنت كل الأدوات مجانية وسأريك كيف استبدأ بالربح أول شيء إخواني الفيديو إن شاء الله سيكون أقوى فيديو فيديو رقم 14 في القناة أرجو من المتابعين الجدد الاشتراك في القناة أيضا تفعيل زر لايك لنواصل في تقديم ما هو جديد نتوجه للشرح مباشرة هنا إخواني كما شاهدنا هذه القناة إخواني دار تو موتيفيشن تو دو موتيفيشن هذه القناة واحدة من إحدى القنوات إخواني التي تحقق أرباح لا بأس بها من فيديوهات سأريك كيف استعملها وأيضا طريقة حصرية هنا لديه أكثر من 512 فيديو آخر فيديو إخواني وضعه منذ يومين السؤال مطروح هل هذه القناة تحقق الأرباح الجواب نعم لماذا لماذا نعم إخواني إذا كان لا يحقق الأرباح لماذا يضع فيديو منذ أربع أيام فيديو منذ يومين فيديو منذ أسبوع و34 ألف فيديو منذ أسبوعين يعني يقوم بالتعب ويضع فيديوهات يعني لماذا يتعب إذا لم يحقق أرباح سأريك أحد الفيديوهات التي يضعها هناك من تشاهدون إعلان شاهد إخواني صورة واحدة فيديو واحد وصورة عفوا صوت وصورة واحدة يعني إخواني أنت ستضع صورة وفيديو وتحتاج صورة وفيديو فقط لكي يكون الفيديو الخاص بك جيد وتحتاج سيبتايتل حللت لك الأمر إن شاء الله سأريك سيبتايتل إخواني احترافي أفضل من هذا السيبتايتل جيد كيف سننشئ؟ نبدأ على بركة الله تابع معي وركز جيدا قمت بإنشاء لكم هذا الميلة سأترك لكم رابطه أسفل فيديو إنشاء قناة يوتيوب بدون ظهور بيوجهك بالذكاء الاصطناعي فقط أول شيء إنشاء قناة بدون جميل أنت لديك يوتيوب تتابع اليوتيوب إخواني ولا تعرف كيف تنشئ قناة ببساطة إخواني ستأتي إلى هذا الزر كما قلنا ستأتي إلى هذا الزر ثم تأتي إلى سيتينغ إخواني ثم شانل ستاتي فيوتر عدد ماناجر يورشانل الخيار الثاني أضغط عليه الآن ستشاهد كل القنوات التي أنشأتها تستطيع الضغط على هذا الخيار كريايت شانل وهنا نحتاج اسم للقناة الخاصة بنا ببساطة كل شيء بالذكاء الاصطناعي اسم القناة نستعمله شات جي بيتي إخواني إذا لم يكن لديك شات جي بيتي عد إلى قناة الأرباح واحد وستجد أنني شرحت الكثير من بداء شات جي بيتي هنا سأأخذ هذا البرومت إخواني وأقوم بطرح السؤال على الشات جي بيتي إخواني أريد اسم قناة إخواني خاصة بالسطوري سطوري أنت حر إخواني سطوري موتيفاشن سطوري كيدز سطوري أي شيء إخواني مثلا سأقوم بكتابة سطوري كيدز هكذا أو مثلا تريد سطوري مثلا خاصة بالمغامرات هنا استخدمت جوجل تردكشن وأخذت مثلا هذا الاسم أدفنتر سطوري وأقوم بتوجه إلى شات جي بيتي فقط أعدل هنا كنترول في أحذف هذه إخواني أدفنتر سطوري شاهد إخواني سطوري جيد هنا أسأل شات جي بيتي وسيقدم لي أسماء قنوات إخواني هنا مثلا كوبي جيف مي مور جيد بيست أقوم بحث هذه وأضغط على أوكي هنا إخواني كما تشاهدون قمت بتغيير الاسم إلى موتيفيشن سطوري وقدم لي هذه الأسماء أعجبني هذا الاسم إخواني للقناة أنت تستطيع فقط أن تقوم بتكرار سؤال أو كتابة مور سيقوم شات جي بيتي بي تمكين كل الإجابات هنا روايات شجعة جيد ما سأفعله الآن لدي هذا الاسم سأقوم بالضغط على كوبي وأتوجه إلى القناة التي سأنشئها هنا سأضع الاسم بيست وأضغط على هذا الخيار وكرياتي جيد إخواني أضغط على تكس مي هنا ستقوم بالتحقق بطريقة بسيطة على الهاتف الخاص بك بعد وضع الكود أوتوماتيكيا ستتحول إلى القناة الخاصة بك كما تشاهدون جيد تم كرياتي في بداية الأمر لن تظهر لك لكن بعد الضغط على أكتياليزي ستجدون أنها ظهرت بطريقة عادية شاهدونا إخواني سأضغط على هذا الخيار وأضغط على سويت شانل وأبحث على القناة الخاصة بك كوراجوز يتيف هذه القناة ستأخذ فقط وقت أضغط على جيد تم الإنشاء هنا ماذا أفعل إخواني ببساطة أول شيء كوستومايز شانل إخواني الخطوة الثالثة إخواني هي إنشاء وصف لقناة باستعمال شارت جي بيتي سأنسخ هذه البرومت التي سأتركها لك وأقوم بتوجه إلى شارت جي بيتي وأضعها هنا هنا سأقوم بأخذ إسم القناة كوبي أقوم بوضعه هنا كونترول في وأضغط على أوكي سيقدم لي وصف جيد لهذه القناة كونتيني أول شيء سأذهب إلى بازيك أنفو وهنا أغير هذا الإسم مثلا أعتقد أنه متوفر جيد ماذا أفعل الآن سأنتظر شارت جي بيتي إلى أن يكمل وصف أقوم بوضعه كوبي أقوم بوضعه هنا إخواني في ديسكريبشن لكي أتحصل على الزيارات هنا أضغط هنا إخواني بعد إنشاء كل هذه الخطوات أضغط على بابليش وهنا تم التعديل في اللوغو إخواني أستطيع الضغط على هذا الخيار لتعديل اللوغو هنا أضغط على اللوغو Edit Profile جيد إخواني أحتاج اللوغو أنا سأستخدم مباشرة بدون تعديل وأي مشاكل سأقوم بوضع اللوغو إخواني من هنا قمت بكتابة Courageous Narrative هذا الإسم وأختار إخواني بانار ولوغو هنا إخواني مثلا هنا إخواني أجبتني هذه الصورة سأختار أول شيء اللوغو إخواني أول شيء سأختار هذه الصورة سأضعها ك سأضعها ك Banner Download أضغط على Download وهنا فقط أقوم بتجيل كي أحمل كما تشاهدون حملت الصورة سأضعها Banner أيضا أعود من هنا وأختار أحد اللوغو هات إخواني مثلا سأختار هذا اللوغو أو أي قناة مثلا هنا إخواني أستطيع استخدام Canva أيضا ومثلا كتابت هنا YouTube Logo Channel Logo هذا اللوغو ستجد الكثير من الأشياء فقط قم بأخذ أي لوغو وضع اسم القناة الخاصة بك أنا اخترت هذا اللوغو سأضغط على Customize وأقوم بالتعديل بطريقة بسيطة لن أضيع الوقت في التعديل إخواني فقط نسخ الاسم مثلا هنا سأضغط على هذا الخيار Text أعدل عليها Paste جيد أقوم بتصغيرها هكذا جيد أقوم بوضعها هنا أنزع هذه الكلمة أضع هذا هكذا جيد ثم أعيد هذا هنا قم بتوسيتها فقط أنتحر في التعديل جيد أنشأنا اللوغو أضغط على التحميل من هنا Download أستطيع تحميله PNG بعدها إخواني أعود إلى Canva إذا أردت عمل Banner احترافي فقط قم بكتاب YouTube Banner ستظل لك في بداية الأمر وهنا إخواني اختر أي Banner ونفرض أنني سأختار هذا البanner وأضغط على Customize وهنا إخواني أستطيع تحميل الصورة التي حملتها منذ قليل هذه الصورة أضغط على Open ثم سأختارها وأضغط على Set Background جيد هنا إخواني لا أحتاج كل هذه أقوم بحذفها لماذا سأريكم ماذا سأفعل دلت وهنا أضغط على Upload مرة أخرى وأحمل اللوغو الذي حملته من Canva هذا هو اللوغو إخواني أضغط على OK قوم بوضع هنا ونسأ أحمله باللون العادي Download Download جيد إخواني هكذا سأضعه هنا لكي يدل على أنها قناة الخاصة به هكذا أضغط على Share ثم Download الآن لدي اللوغو والبانر أعود هنا وأقوم بوضع أول شيء اللوغو سأضغط على Upload وأقوم بتحميل هذا اللوغو إخواني Done أيضا البانر أضغط على Upload وهنا أضغط على البانر إلى أن يتم تحميله جيد وهنا مرة أخرى جيد هنا أستطيع إضافة لوغو لكي لا يتم سرقة فيديوهات أضغط على Open و Done الآن إخواني أضغط على Publish انتهينا من تعديل القناة بكل شيء الخطوة الموالية إخواني وهي ببساطة ستتوجه إلى إنشاء بانر البحث عن أفكار باستعمال شرط جي بي تي هنا سنستخدم من أين سنأتي بالقصة سأتوجه إلى شرط جي بي تي إخواني وأقوم بوضع هذا البرومت Give me سوم هنا سأقوم بوضع شانل إديا اسم القناة الخاصة به هكذا Copy وأقوم بوضعها هنا هكذا إلى غاية هنا Ctrl V وهنا إديا ستوري يعني قصص لإسم هذه القناة سيبدأ إخواني يقدم لأمثلة أستطيع وضع ألف مثال وسيقدمه لشرط جي بي تي هنا سيقدم لأشرة خمسة عشر ستة سبعة أن تقم بكتاب مور أو قم بإضافة إلى البرومت مثلا Give me مثلا 100 سوم وإسم قناة خاصة بك إديا ستوري يعني قصص وهنا ستشاهد إذا قمنا بترجمة هذا العنوان من الخوف إلى حرية قصة شخص يتغلب على مخاوفه العميقة لمتابعة شغفه ويجد الحرية الحقيقية في هذه العمل جيد أعجبتني هذه القصة أستطيع إنشاء كل هذه القصص هنا سنتوجه مباشرة إلى الخطوة الموالية وهي كتابة قصة وهنا سنأخذ هذا البرومت يعني البرومت سهل تستطيع استخدام فقط جوجل تراديكشن هنا تقوم بكتابة أي شيء تريده في جوجل تراديكشن إخواني ماذا سنفعل إخواني سنقوم بنسخ البرومت ونأخذ إخواني هذا الخيار من شات جي بي تي هنا سأقوم بوضعها هنا كونترول في والضغط على بيس سيقدم لي قصة احترافية إخواني سنقوم بفهمها وكل شيء رائع إخواني شات جي بي تي قدم لي قصة ستستطيع فحصها شاهد إخواني هذه القصة ذات مرة في بلدة صغيرة تقع بين الجبال الشاهقة عاشت هناك إمرأة شابة تدعى إيميليا منذ صغرها يعني قصة تتركك ستقوم بقراءتها أو سماعها بطريقة احترافية الآن الآن سنتوجه بعد كتابة القصة إخواني إنشاء الفيديو باستخدام برنامج سأترك لكم رابطه في قناتنا التليغرام إخواني برنامج احترافي لكن سنعمل طريقة بسيطة المبتدئ سيستعمله سنقوم بأخذ صورة ووضعها صورة ووضعها وإذا أردت احترافية أكثر تابع معي هذه الطريقة إخواني كيف ستقوم بإنشاء صور احترافية دائما إخواني ستوجه إلى الأنترنت وتقوم بكتابة بديل ميت جورني إخواني أفضل بدائل وأوكي سيضر لك إخواني مقالات هنا قم بكتابة ONC Live هنا تستطيع كتابة ONC Live ONC Live وضعت لكم إخواني أفضل بدائل ميت جورني إخواني هذه المقالة فيها عشرة سأستخدم إحدى إحدى المواقع إخواني وهي إخواني موقع تستطيع استخدام Pink إخواني لكن لديه نقاط موقع الذي سأستخدمه أعجبني وأنا أستعمله كثيرا هذه الأيام موقع التاسع أو العاشر على ما أعتقد العاشر التاسع لكسيكا هذا الموقع إخواني سأترك لكم رابطه أو رابط المقالة ستدخل إلى لكسيكا شاهد إخواني الاحترافية في الصور التي ينشئها جيد أنت ماذا ستفعل إخواني تحتاج إلى شيء بسيط تعود إلى متجوني إخواني وتقوم بأخذ هذه كوبي وتعود إلى هذا الموقع الذي يحول لك هذه إلى برامت تقوم بنسخها هكذا كوبي تعود إلى الليكسيكا وتضع إخواني البرامت الخاص بك هنا احدف هذه واضغط على هنا جيد نسيت شيء مهم هنا تستطيع اختيار الصورة كيف ستكون هكذا شاهد معي كيفية تحويلها إذا أردت الشورت أو إذا أردت فيديو يوتيوب هذا هو المقاس المتوفر وهنا كم صورة تريد هنا كم صورة تريد أعتقد سبعة ثلاثة كما تريد إخواني دحك كما هي واضغط على جينيريتر سيجينيريت سيهد الصور التي يقدم أعتقد أنها احترافية إخواني شاهد ماذا سيحدث شاهد إخواني الصور احترافية و دقيقة ورائعة إخواني تستطيع مشاهدتها مثلا إخواني سأقوم بأخذ هذه الصورة هنا شاهد إخواني تستطيع تعديلها تستطيع عمل أي شيء تريده إخواني أنت حر هنا الصورة سأضغط على سيف إيماج أعجبتني هذه الصورة جيد أضغط أيضا على هذه الصورة سيف إيماج وأختار مثلا هذه الصورة سيف إيماج أنت تستطيع عمل فيديو بصورة واحدة جيد أعود إلى شات جي بيتي وأقوم بأخذ الفقرة الثانية كوبي أعود إلى الموقع أو إلى هذا الموقع لكي أفصل بين الجمل وأضغط على كوبي برومت أعود إلى لكسيكا أقوم بإضافة البرومت وأحذف كل شيء وأضغط على سيقدم لي صور أخرى هكذا ستنشئ لكل فقرة صور معينة وتقوم بوضع فيديو احترافي لكي الشخص عندما يشاهد الفيديو لن يمل إخواني شاهد هذه الصور هنا تجد زر التحميل كما تشاهدون في الأعلى تستطيع الضغط عليه فقط وسيتم تحمله نعود إلى الفقرة الموالية كوبي الطريقة سهلة أعود إلى موقع البرومت أقوم بوضع البرومت هنا وأضغط على كوبي برومت أعود إلى لكسيكا أقوم بوضع الجملة أو الفقرة وأضغط على جينيريتر هنا إخواني عند انتهاء من الصور الآن سنستخدم هذا البرنامج سأترك لك الرابط أسفل الفيديو هذا هو البرنامج إخواني كما قلنا لن تحتاج إلى خبرة في المونتاج فقط عند دخول البرنامج تضغط على هذا الخيار بعدها إخواني ستجد هذا الخيار تضغط على import import file وتقوم باستيراد الصور أخواني الصور سنتوجه إلى الصور هنا download وهنا سأحمل كل هذه الصور كما تشاهدون إلى غاية هنا وأضغط على open يبقى الصوت لكي نعمل فيديو احترافي ببساطة إخواني الصوت سنستخدم صوت احترافي أو موقع احترافي لتقديم خدمة الصوت وهو هذا الموقع مجانا إخواني لا يوجد شاهدونا 3000 كاراكتر يعني إخواني لا يوجد موقع مثل هذا الموقع ولن تجد له شرح إخواني لأنه لم ينتبه له الأغلبية تعود إلى شرط القصة الخاصة بك هذه هي القصة هكذا سأقوم بنسخها إلى غاية الأسفل وأضغط على اقوم بوضع هنا وهنا تستطيع وضع مثلا تقوم بإنقاس مثلا واحد وهنا كل شيء تستطيع استخدام هذا الشخص شاهد تستطيع استخدام مثلا هذا الشخص تستطيع استخدام هذا الشخص هذا الشخص توجد إخواني الكثير من الأصوات هنا اللغة الإيطالية اللغة لغة كثيرة أنا سأستخدم الخيار الأول وأضغط على هذا الخيار وضعت هنا يعني استخدم هذا الخيار مال إيريك أضغط على هذا الخيار شاهد ماذا سيحدث أوتوماتيكيا سيبدأ بالقراءة أوتوماتيكيا كما تشاهدون أضغط على داونلود قم بالخروج من هنا داونلود وأيضا من هنا داونلود جيد تم التحميل كما تشاهدون حملته مرتين لا يوجد مشكلة ماذا أفعل الآن إخواني الآن سأقوم بأخذ هذا الصوت بالضغط على import وأبحث على الصوت هذا هو الصوت أضغط على open يتم تحميله أول 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 سأضع الصورة الأولى التي تحصلت عليها أضغط على الصورة على هذا الخيار زائد وهنا أستطيع تعديلها لكي تكون صورة كاملة وأيضا من هنا قم بوضعه هنا أستطيع التكبير لأرى العمل الخاص به ونشاهد ماذا سيحدث إذا لم يأجب قم بتغييره هكذا جيد إذا أردت إنقاس الترونسكشن يكون سريع فقط قم بي تحريك الماوس جيد أنا سأختار هذا الترونسكشن أيضا هنا سأضيف نفس الترونسكشن وهنا الترونسكشن آخر هكذا ماذا أفعل الآن الصوت إخواني سأقوم بالبحث على الصوت الخاص به أو عفوا الميديا وأختار هذا الصوت أضيفه هنا وهنا كما تشاهدون الصوت كبير ويحتاج إلى صورة أطول هنا فقط سأقوم ب التعديل من هنا إخواني شاهد ماذا سأفعل هنا فقط سأضغط على تطويل الصورة هنا لتحريك الصورة اضغط عليها هكذا وقم بتطويل ها هكذا أيضا من هنا سأقوم بتطويل وهنا أيضا سأقوم بوضعها أنت تستطيع العمل بصورة واحدة إخواني لا يوجد أي مشكلة أنا فقط لأشرح لأشخاص الذين يريدون أن يضعوا صور كثيرة ويلفتوا الانتباه لكي لا يقلق المشاهد هذا ما تحتاج إخواني لن تحتاج إلي شيء اضغط على export والبرنامج إن شاء الله سأتركه لكم بدقة عالية يعني تستطيع تحميل اضغط على export هنا قم بتسمية الاسم الخاص بك واختر أين ستقوم بتحميله انتظر إذا أردت إضافة للصوت مثلا من اليوتيوب تستطيع التوجه إلى وإضافة الصوت هنا انتهى الفيديو أضغط على تبقى خطوة مهمة لكي يصبح الفيديو الخاص بنا إخواني احتراف هنا لا أحتاج هذا الموقع هنا فقط أستطيع إضافة وعود إليكم لكي تشاهد الفيديو بالباكراوند أجبتني هذه الموسيقى سأضغط على تحميل دونلود هنا هذه اختيارية تستطيع إضافتها أم لا تعود إلى التعديل فقط تضغط على import import file وتضيف الميديا هنا فهي بدون حقوق من اليوتيوب بحد ذاته أضغط على add هنا فقط تأكد أن تقوم بوضعها هكذا أسفل الموسيقى جيد هكذا أضيفها وأضغط على copy وإضافتها هنا paste جيد وأيضا هنا paste paste عفوا جيد وهنا للقس الموسيقى سأضغط على هذا الخيار وأضغط على الميقس وأقوم بضغط على حذف وهكذا أحذفها هنا فقط تعديل الصوت أضغط على edit edit volume وأقوم بوضع مثلا الصوت إلى غاية فقط 8 أوكي شاهد ماذا سيحدث هنا سأضيف نوعا ما edit audio 18 أوكي أعتقد أنه جيد وهكذا أحمل كل شيء جيد إخواني آتاني كما تشاهدون الفيديو أضغط على open local هذا هو الفيديو رقم 22 الأول لا يشفيه أي شيء ماذا أفعل لا أحتاج هذا البرنامج فقط يعني تعديل للمبتدئين الآن ماذا أفعل الخطوة التي ينتظرها الجميع وهي إضافة subtitle احترافي في مجانا إخواني لكن لا يتجاوز الفيديو 10 دقائق ستوجه إلى هذا الموقع ستجده فيديو تقوم بجيل فقط بالإيميل أول شيء ستضغط على create project وهنا سيتوجه بك أخي أختي إلى هذه الواجهة تضغط على browser وتقوم بأخذ الفيديو الخاص بنا في desktop 2 2 في background من YouTube أضغط على upload جيد تم تحميله لن نفعل أي شيء سنأتي إلى subtitle ونختار auto subtitle ونختار English توجد العربية توجد كل شيء إخواني إذا أردت إنشاء قناة بالعربية وأضغط على continue سيبدأ إخواني بتحميل أوتوماتيكيا لل subtitle إخواني هنا الفيديو خاص بك هذا هو الفيديو كله شاهد الوقت سيأخذ إخواني من دقيقة إلى دقيقتين أو ثلاثة حسب طول الفيديو هذا الفيديو أربع دقائق هنا في هذه الأثناء شاهد هذا الفيديو لقناة دارت تو دو motivation ستشاهد أنه يوجد إخواني سنقوم بإنشاء نفس الشيء شاهد هنا إخواني بعد الانتهاء أوتوماتيكيا يقدم لك الترجمة بطريقة احترافية وأيضا أوتوماتيكية لتغيير الترجمة مثلا style تضغط على style إخواني وتختار الشيء الذي تريد مثلا هذا الخيار هنا ستشاهد أنه توجد خيارات كثيرة البوب وهنا شاهد أشياء كثيرة تستطيع العمل بها مثلا هنا شاهد هذا الخيار شاهد عندما نقوم بقراءته تستطيع تغيير لون الخط بالضغط على هذا الخيار لون الخط الذي تريد هنا shadow الظل كما تشاهدون أيضا لون نوع الخط هنا العودة يعني توجد أشياء كثيرة للعمل بها 48 شاهد أعتقد أن هذا الخط هكذا جيد بعدها أضغط على don لأنك لن تأخذ وقت هنا أضغط على export وهنا سيقوم باستخراج الملف بعد دقائق 5 دقائق أو 6 دقائق تستطيع الخروج وستأتي كرسالة في الإيميل تثبت أنه تم الانتهاء شاهد إخواني بعد الانتهاء ستضغط على download وسيتم تحميل الفيديو كما تشاهدون download download مرة أخرى mp4 format جيد سيبدأ التنزيل شاهد الفيديو خاص بنا كيف سيكون يعني دقة احترافية إخواني الفيديو في التحميل كما تشاهدون هنا إخواني بعد التحميل سنعود إلى شرط جي بي تي لكي لا أبخل عليك وأكون قد قدمت كل شيء لك هنا قم بكتابة شيء مهم لكي تحصل علوان جيد هنا قمت بكتابة give me best title about story وأقوم بوضع نقطتين وأضع story الذي أخذت من شرط سيقدم لي هنا شاهد احتضان أضواء رحلة من الخوف إلى حرية أستطيع كتابة more وأخطى العنوان شاهد إخواني كلها عنوين هنا تستطيع ترجمتها دعوة سيطار خوف قسط انتصار وحرية ما وراء الحدود إطلاق العنى للتحرر من الخوف سأختار هذا العنوان copy سأقوم بوضعه كأنه إخواني كأنه title للفيديو paste هنا إخواني أيضا description فهو مهم give me description about story وأقوم بوضع ال اسم القصة أضغط على ok هنا إخواني قمت باختصار الأمر short description about أقوم بأخذ description وأقوم بوضعه هنا أقوم بكتاب description نقطتين control V جيد هذا description إخواني أيضا مثلا الكلمات المفتاحية سيقدمها لك shot GPT هنا إخواني قمت بسؤال shot GPT give me keyword with comma وأضغط على ok سيقدم لي كلمات مفتاحية أقول له more أتحصل على كلمات مفتاحية قوية هنا سأقوم بنسخ هذه الكلمات أيضا هذه الكلمات سأضعها كkeyword بعد انتهاء وضع الكلمات المفتاحية control V أيضا من هنا الكيword control V ماذا أفعل سأتوجه إلى القناة الخاصة بي أضغط على هذا السر وأبلود فيديو وهنا أضغط على select file وهنا أختار مثلا إخواني الفيديو الذي حملته download هذا هو على ما أعتقد أتأكد فقط منه open فيديو احترافي جيد أضغط على open وهنا أعود إلى القناة أو هنا العلوان copy أقوم بوضعه هنا control V وهنا فقط أقوم بكتابة story هنا ترجم لكي تفهم ما تقوم بكتابته هذه 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 الإضافة الخاصة بالترجمة اسمها key translate ابحث عليها في google ما وراء الحدود إطلاق العنان لقصة تحر من الخوف جيد وهنا description أمر مهم نعود نعود إلى description هذا هو description copy أقوم بوضعه هنا paste جيد وهنا أنزل إلى الأسفل التامبنال إخواني أو هنا أضغط على create list new list مثلا story وأضغط على save وهنا done وهنا أقوم ب yes هنا ليس للأطفال كمثال إذا وضعت قصة للأطفال تستطيع اختيار الخيار الثاني هنا tags أقوم بوضع tags هكذا هنا أضيف فاصلة جيد وأقوم بنسخ كل tags copy أعود هنا وأضغط على paste شاهد إخواني tags وأضيف فقط story وأيضا أختار مثلا tags آخر في بداية الأمر وهو هذا tags copy ctrl v جيد هنا كل شيء language سأختار English أبحث على الإنجليزية من هنا English جيد إخواني English America United State هنا كل شيء جيد video location هنا أستطيع اختيار United United هنا إخواني United United State جيد وهنا dot دحك ما هي YouTube standard YouTube license دحك ما هي category إخواني غير category إلى هنا إخواني اختار film animation أو سنختار film animation كل مرة نجرب إلى أن نجد أن الفيديو الذي اشتهر وحصل على الزيارات نقوم بحفظ الكاتيجوري أضغط على Next هنا دحك ما هي وهنا ستجد أن الفيديو تفعيل الرقم لأنها قانات أول مرة يقوم تقوم بوضع فيها ستضغط على verify وهنا إخواني لا يوجد أي شخص يشرح هذه الطريقة قم بوضع الرقم الخاص بك هنا فقط هنا سيأتي لك تقوم بوضع ه هنا جيد 5 4 3 1 6 9 واضغط على submit جيد الآن تستطيع إنشاء الصورة المصغرة كما تريد فقط قم بالتوجه إلى Canva وأنشئ القصة التي تريد هنا في Canva قم بكتاب YouTube thumbnail واختر أي thumbnail وأنت ستعدل عليها بطريقة بسيطة أنا شرحت في هذا الفيديو كل شي فقط يبقى هنا مثلا هذا الشخص لا أحتاجه وهذه أستطيع تركها كما هي هكذا هنا فقط أقوم بأخذ اسم القصة كما تشاهدون هنا اسم القصة copy هنا سأقوم بوضع الاسم هكذا paste هنا كما تشاهدون إخواني فقط قمت بالتعديل بطريقة بسيطة أضيف نوع ما الجمالية هنا فقط أختار مثلا هذه وأقوم بوضعها هنا هكذا وأضغط على هذا الزر إخواني layer لكي يظهر الخط مرة أخرى layer جيد هنا هذه أقوم باختيار لون مثلا أسود هكذا لكي تظهر هنا إخواني إذا أردت إضافة مثلا شيء من القصة لكي يظهر ستضغط على upload وتحمل صورة مثلا لهذه الصورة التي في الفيديو وتقوم بالضغط عليها والضغط على edit image نزع لها الخلفية remove background وهنا أضغط على apply هكذا أصبحت جيد إخواني كل شيء جيد أضغط على تحميل download وهنا انتهينا من تحميل الصورة المسغرة أعود إلى الفيديو الخاص به فهو في التحميل هنا فقط سنقوم بشاهد أيضا كما تشاهدون هنا كل شيء جيد الصورة مسغرة جيدة هنا سأضغط على هنا هذا الخيار إخواني vidio تستطيع نزعه فقط إخواني باستخدام البرنامج بعد الانتهاء من تحميل الويديو قم بتعديله إخواني لكن لا يهم مما أنه مسموح لك خطة مجانية فهو مقبول لذا أتركه إذا أردت وبعد حصولك على أربع تستطيع إخواني بدء وشراء النسخة مجانة هنا سأضغط على فقط تمبنال واختار هذه تمبنال جيد الآن أصبح بإمكاني أعمل تمبنال هنا كل شيء جيد وهنا لا يوجد كوبيرايت إخواني شاهد لا يوجد كوبيرايت نكست أيضا بابليك لا يوجد أي شيء أضغط على نشر وهنا إخواني أنت ستبدأ في العمل ستقوم بنشر الفيديو خاص بك في جروبات مجموعات أجنبية بعدها إخواني ماذا ستفعل ستقوم بوضع برنامج خاص بك لهذه القناة مثلا في اليوم لديك فيديو في بداية العمل لكي يتعرف اليوتيوب عليك خوارزميات اليوتيوب يتعرف عليك بعدها ستبدأ في وضع فيديو كل يوم كل ثلاثة بعد نشر القناة الخاصة بك شاهد إخواني هنا الفيديو الأول في قناة أعتقد أنه لن تأتي كمشاهدة في بداية الأمر قم بإضافة فيديو الثاني والثلاث ورب إلى عشرة فيديوهات وابدأ في العمل إخواني وستشاهد النتائج بعد شهرك الأول هذا هو درسنا اليوم إخواني أعتقد أنني قدمت كل شي ولم أبخل عليكم لذا إذا أردتم لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله